رحمة الله وبركاته نبدأ مع بعض الفارماسيوتيكال اسكس الفارماسيوتيكال اسكس يعني الاخلاقيات الصيدلانية يعني ايه الاخلاقيات الصيدلانية قال لك والله ان احنا هنعمل دراسة للقيام الانسانية والجادجمنت والاحكام تمام المطبقة في الصيدلة يبقى احنا المفروض ناس هندرس القيم الانسانية وطريقة التعامل مع المرضى والاحكام والتعامل ازاي بالقيم الانسانية مع المرضى وده شير يتشارك فيه معنا باقي الفروع الطبية الميديكال اسكس والنيرسنج اسكس الاخلاقيات عند الاطباء وطبعا عند جهاز التمريد نبدأ مع بعض في حاجة اسمها الميديكال كوت الميديكال كوت دي هي بتدي الهيلث كير بروفيشنال واذ اثيكال برينسيبل اند ستاندرد حاجات بنعرف من خلالها القوانين الاخلاقية والمعايير الاخلاقية تمام which to guide their practice والتي ترشدنا في عملنا والتي ترشدنا فين في التدريب بتاعنا وفي العمل بتاعنا اوكي قالك يعني الكلام ده هي ما بتدلناش دائما وابدا التصرف الصحيح في كل حالة طبية يعني don't هي اخلاقيات بشكل عام ولكن الاخلاقيات دي بشكل عام ما بتدلناش اجابة لكل حاجة او كل موقف بنتحط فيه في مواقف لازم نحكم عليها بعقلنا تمام وابل اخلاقيات بتاعتنا في الوقت ده يعني هي مغرد قوانين وقد لا تنطبق او قد توجد حالات برا القوانين دي يعني هي دوبك تعتبر framework حاجة كده بتعمل زي بيئة العمل to use when facet with the ethical question يعني ايه الكلام ده القوانين العمل دي او بيئة العمل دي او الاخلاقيات دي تمام بتوجهنا وبنشتغل بيها حل في بيئة عمل معينة مجرد قوانين بنمشي عليها اول حاجة الفيرست كود اول كود للإسكس هو اللي عمله هيبوكراط حل وهو اللي عمل القانون الاول اسمه هيبوكراط كود no physical give deadly drug to anybody if asked for it يعني لا دكتور او لا طبيب يعطي دواء قاتل لمريض حتى لو المريض طلبه حتى لو المريض ايه طلبه تمام يعني من الاخر assist suicide يعني لا نساعد احدا على الانتحار اوكي كود تاني حاجة لازم برموت تحسن every patient in caring تحسن الرعاية بكل مريض اوكي التالتة لازم autonomy يعني لازم تتعامل باخلاص مع كل مريض ولازم تتعامل بامانة بشكل professional relationship لازم تتعامل بامانة وبشكل professional حلو ولازم تحافظ على ال professional competence ولازم respect تحترم ال value الاخلاقيات وكمان ability of college and other health professional وتحترم الناس اللي بتشتغل معاك او الفريق الطبي بتاعك والطبيب وباقي العاملين في المجال الطبي ولازم تعمل individual community يعني لازم تقدم الرعاية المجتمعية والازم تقدم البيئة الطبية ولازم تقدم الرعاية الشخصية لكل مريض ولازم تكون عادل في توزيع المصادر الطبية تمام وطبعا تحصل على المعلومات اول باقول دي اسمها ايه الاكواد الاثيكال كوت يعني من الاخر الاثيكال برينسبول الاخلاقيات دي والمورال فاليو هي تول الاخلاقيات دي ما هي الا اداة يعتمد عليها الصيدلي عندما يواجه اثيكال سيتويشن عندما يواجه موقف اخلاقي يبقى هي مجرد اداة بيعتمد عليها الصيدلي عندما يواجه موقف ايه اخلاقي بس كده هنبدأ دلوقت نعرف كلمة اوتونامي اوتونامي بيقولوا عليها الحكم الذاتي يعني ايه يعني يبقى في حرية للاختيار تمام للشخص وليجوز انك تأثر على الشخص بأي حاجة اوكي يبقى فورميد اوف اتشايس هي حرية الاختيار تمام واختيار الموقف والقرار للمريض وتسيب الانديفيدوال لايفريتي اوف اتشايس تدري المريض حرية الاختيار في الدواء اللي هو عايزه ولا تتدخل في قرارات المريض مريض عيان جاي عايز ياخد دواء معين انت تفهمه وتسيب له هو القرار ياخد الدواء او ما ياخدوش هو حر اوكي يبقى ما ينفعش تدخل فيه لازم يبقى المريض عنده الحكم الذاتي لازم المريض يبقى عنده يعني يعني يبقى لازم المريض يبقى لي اغس قراراته بنفسه او حقوق الحرية بتاعته لازم المريض يبقى لي الخصوصية بتاعته لازم هو اللي يختار لازم المريض يبقى مسئولية الاختيار حل تقع عليه وانت تطبق هالو بس يعني انت تتبع ارادة المريض ولازم كمان زياد على كده يعني انت بتخليه هو المؤثر وهو اللي بيتبع شلوكه اوكي الشخصي يبقى المريض بشخصيته وحسب سلوكه اوكي قالك الاتونومي is right of individual two والله الاستقلال ما هو اولا الاستقلال هو اللي بيخليك make a decision تاخد القرارات الاستقلال هو اللي بيخليك what a choice حل انت اللي تختار الاستقلال هو اللي بيخليك لما بتختار تختار take or not take تاخد الدواء او متاخدوش حلو وكمان choose among healthy care provital تختار من يقدم لك الرعاية الصحية اوكي وكمان زيادة على كده برضو ليك القرار في refuse medical treatment في رفض العلاج الطبش اوكي في exception بقى في حالات استثناءات من موضوع الاستقلالية ده اولا violation العنف او ethically justified يلا قال لك في حالات كده احنا لا نتبع فيها الاوتروني ولا نتبع فيها مبدأ ان المريض هو المسؤول عن نفسه في حالة العنف او الاختراق وفي حالة انك هتخترخ القانون او حاجة زي كده او انك تعمل حاجة مبررة اخلاقيا حل ولكن ضد ارادة المريض يبعادي انك تعملها حل نبدأ weak تتبع قوانين المريض لو المريض شخص لا يعتبر عليه او فرض غير مستقل طفل مثلا فانت طفل لا تمشي تتعامل على انه بيفهم ولو المريض بيأذي نفسه فلو المريض بيأذي نفسه فما ينفعش تعتمد عليه طبعي دلوقتي في يعني ايه ده الكلام ده قال لك والله ان المريض والله معناها ان في عنف نحية شخص تاني اوكي انك تنتهك حقوق او ارادة شخص اخر تمام are making the wrong decision believe they are making the wrong decision لان الشخص ده بيأخذ قرار خاطئ يبقى لو شخص بيأخذ قرار خاطئ فانت لا بتشوف اقرب حد لي او شخص لي السيطرة عليه وهو اللي يحكم وده not considered unethical ده ملوش علاقة ولا يعتبر من الحاجات الاخلاقية ولا يعتبر اخت خراء يعني ايه ده يعتبر كده خلاص سبب اخلاقي لكي تخترق استقلالية المريض يعني مثلا فيه عملية اساسية المريض مش عايز يعملها حل فانت بتروح باصص اقرب ناس لي وليها قرار انها تاخد بالنيابة عن الشخص ده اوكي وتسيبهم هما اللي ايه اللي يقرروا مش المريض هو اللي يقرر بس لو المريض ضعيف في الشخصية وضعيف في اتخاذ القرار اللي بعد حاجة اسبها ديمليش كبسي كونسيبت او مفهوم القدرة المتناقصة يعني قال لك والله مفهوم القدرة المتناقصة ده اللي بيحصل كالتالي الموقف تمام اللي بياخده الشخص بيبقى فيه ظروة الاضطرار العاطفي يعني دلوقتي القدرة تتناقص وقت العواطف اوكي ف ديمليش كبسي كونسيبت انت دلوقتي عندك مشكلة ان المريض مش قادر يحكم صح السيطويشن اللي هو فيه مخليه ملغبط بسبب بسبب ضغط عاطفي يعني مثلا انا هتبرع بكليتي حتى لو عندي فشل كلاوي من اجل هذا الشخص لا ده عبط وانت عندك فشل كلاوي اصلا في الكليا التانية ليه عشان ده ابني مثلا لا ده كلام هبن ماينفعش فانت ساعتها ترفض السرية يعني السرية لازم والله نحافظ على الانفورميشن برايفت المعلومات بتاعة المريض هي معلومات سرية عن الاشخاص وكمان زيادة على كده بدكالي يكون فشتلي يعني نيد ننت بيري كويستد كلي ريباي بيشن يعني لازم المريض حتى لا يطلب الموضوع ده حتى لا يطلب موضوع السرية هو كده كده السرية دي بيتعامل بيها حتى لو ما اطلبتش من المريض انت كده كده المفروض بتتعامل بالسرية طيب الفرق من كلمة سرية وكلمة خصوصية بيحصل انتهاك للخصوصية لو المعلومات الشخصية دي اعطيت المعلومات دي لشخص ليس له احقية طلبها دي تعتبر انتهاك خصوصية انك تدي المعلومات لشخص مش من حقه ياخدها ودي طبعا مشكلة اوكي اما لو ديتها لشخص من حقه يطلبها فده ما يعتبرش انتهاك للخصوص تمام اللي بعضيها فيوليشن اف كونفيدنشي يعني ايه فيوليشن اف كونفينشي انتهاك سرية الانتهاك السرية دي انك تدي المعلومات لشخص اه من حقه يعرفها يعني اشخاص تانين من حقهم يعرفوها ولكن غير مناسب يعني خرقت اصرار او خرقت معلومات تمام وعندهم حق المرور للمعلومات دي يعني انت مررت معلومات لناس ليهم حق المرور ولكن في نفس الوقت ما كانش من الضروري انك تمرارها فانت كده عملت انتهاك للسرية حل ولكن بتتسمى سرية مش خصوصية فيه بقى مواقف اخلاق ايه قالك والله ان المريض يطلب بوضوح ان المعلومات دي ما تروحش لحد اهو طلق واضح لا معلومات حالة لأفصاح اخرين في الرعاية الصحية المريض عايز يغير العلاج من غير ما يبلغ الدكتور او ما تبلغ الطبيب انك عايز تغير العلاج ساعتها اه من حقه ان يطلب كده اوكي هو مش عايز كده اللي بعدي case of disclosure حالات الافصاح امتى بقى تطلع كل حاجة عندك لو المريض في خطر حل لو اطلبت under low demon disclosure تحت اذن النيابة بقى وتحت اذن القانون وتحت اذن المحكمة تطلع عادي الpatient or legal guardian of patient demand الحراسة بتاعة المريض او المريض هو اللي طلب منك انك تقول المعلومات دي اوكي ولكن غير كده ما ينفعش ايه هي الconfident data او المعلومات الصحية الميديكال تيتيل المعلومات الطبية الادرس التليفون الفاميلي ديت الفاينانشال الحاجات دي كلها لو هتستخدم حالة المريض لاغراض تعليمية تمام لازم تحمي كل لازم تحتمي مصدر الداتا بتاعت يعني محدش يعرف اسمه محدش يعرف عنوانه محدش يعرف تليفونه الحاجات دي تبذل كل الجهود اللي محدش يوصل للمريض ده حل المفروض دلوقتي هناخد الفرق بين الفايدة وعدم الضرر بنيفيشيال انك تعمل حاجة جيدة للمريض ونن بنيفيشيال انك لا تقذي المريض بريفينت الحر تمنع الضرر عن المريض وده يعتبر مجاني حال الولاء الصيدلي مجبور انه يكون عنده ولاء للمريض بتاعه كده كده نواف صف المريض وعنده الولاء لكل المرضى طول فترة الرعاية الطبال ايه اشكال الاخلاص اللي احنا المفروض نقدمها للمريض او الولاء رقم واحد العهد ان انت توفي بالعهد وان انت توفي بالعقد يبقى لو فيه ما بينكم convention عهد او contract عقد ولازم طول الفترة دي تمام تب انت ايه فيه علاقة ما بينك على طول الفترة دي العهد والعقد طول فترة العهد او ايه او العقد اللي بعدها البلاسيبو البلاسيبو ده عبارة عن مادة بلا تأثير هو ده البلاسيبو نقوك نوين ميديكال افكت المادة دي ممكن تبقى ميا ممكن تبقى سكر ممكن تبقى تلك البلاسيبو ده حد بيستخدم في بعض كيسز كان في بقى الحالات مع انه بلاسيبو وده وليس له تأثير ممكن يدي نتيجة طبقية ليه بقى البلاسيبو ده بيبقى دوا فاضي ولكن له فوايد نفسية لبعض المرضى تقول للمريض ان انت اديته دوا فالمريض حالته تتحسن يا سبحان الله مع انه هو لدوا لغيره ده عبارة عن بلاسيبو وده عادي نفسيا اوكي ليه فوايد نفسية ومالوش اي فوايد طبية ولا تأثير طبي فهو ده البلاسيبو الوفاء الصدق العهد الامانة والصدق قالك والله لازم الصيدلي يبقى اونست يبقى امين مع المريض اوكي واختراق الامانة دي ممكن يبقى مبرر اخلاقيا او مبرر اخلاقيا يبقى اختراق الامانة يكون مبررا امتى زي مثلا في حالة استخدام البلاسيبو انك كدرت على المريض ودته راس فاضية ولكن هو هيتعالج بيه وساعات ما يعتبر مبرر طبعا يعني اي حاجة ضد مصلحة المريض تعتبر او غير قانونية ديستريبيوتف جاستيس يعني ايه ديستريبيوتف جاستيس قالت والله لازم يبقى فيه توزيع جيد تمام للاخلاقيات تمام او فيه عدالة توزيعية فيه عدالة ايه توزيعية العدالة التوزيعية دي انك والله تبص على المريض تمام وتوزع العبء على المجتمع يعني تشوف المنافع والمساوئ بين جميع الافراد للمجتمع دلوقتي انت عندك مرضى كتير المرضى دول مين تديله الدواء مجانا مين تديله البديل الارخص مين تديله الادوية الغالية فلازم يبقى يكون فيه عدوة ايكوال ديستريبيوشن لازم توزيع متساوي للبريفت للفوائد والبردن والمخاطر على كل افراد المجتمع ومن السيء طبعا ان الظروف الاجتماعية والاقتصادية تأثر في التوزيع العادل للرعاية الصحية المرضى بتقع التأمين الصحي او مرضى اللي هما بيدفعوش كاش يعني مرضى التعاقدات ومرضى التأمين الصحي لازم يتركز عليهم الكاش زيهم بالضبط زي اللي هيدفعو نقدا فانت في كل الاحوال تركز على المريض نوت مش بتركز على الفاينيش امباكد או على الاقتصاد يبقى احنا بنركز على المريض وبنركز على المنفع الاقتصادية او بنركز على الفلوس من الاخر طبعا one is attracted to in car Garrire ammacy ليه الناس تمام بتتشد لمهنة الصيدلة او ايه الحاجات الحلوة في مهنة الصيدلة واحد الحاجات الحلوة في مهنة الصيدلة تمام اوكي وللمفروض تتعامل بيها لازم personal relationship العلاقة مع الصيدالي مفروض ان الصيدالي بيعمل علاقات مع كل المرضى ومع كل الناس اللي حواليه وكمان community pharmacist انه يبقى صيدالي مجتمع اللي هو الصيدالات اللي في الشارع وعارفة كل حاجة college representative high school يعني ايه لازم كمان زيادة على كده اللي في الكليات بيزوروا المدارس السنوي او السيضلة او مسؤولين للرعاية الصحية يروحوا للطلبة اوكي المالتي ميديا اللي هو بقى استخدام الباورباينت واستخدام الوسائط واستخدام الفيديوهات والحاجات دي قال لك كمان الرواتب تعتبر حاجة كويسة جدا والخبرات في التعامل مع المرض دي من الحاجات اللي بتشد المهنة الايه؟ الصيدالي لازم الفارماسي مالتي فاكتت بروفشن يعني كده كده الصيدالي بسم الله ما شاء الله لازم يبقى مالتي فاكشن او متوزع المهام اولا هو يعتبر مشروع ما كسبه فلوس يعتبر تعليم هو بيعلم الناس اللي حواليه ومختص بالرعاية الصحية يعتبر ممارس هو ممارس للادوية وغيره يعتبر ادمنستريتور هو مدير للصيدالية ومدير من مديرين العرعاية الايه؟ الطبية تمام الجزء ده من الاجزاء اللي في المادة اللي المذاكرة فيه شوية شوية بتبقى يعني ايه؟ محتاجة تركيز وانك بس مالوش علاقة خالص ببقية الاجزاء فعشان كده بفصله دايما لوحده